أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعداد لمؤتمر المناخ كوب 27 وذلك على أعلى مستوى لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية مؤكدا أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات التي تسهم في خروج هذه الفاعلية العالمية في أفضل صورة ممكنة جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 وخلال الاجتماع تم عرض التصور المقترح حول مهام اللجنة العليا واعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر وفي هذا الإطار واجه مدبولي بقيام الوزرات المعنية بدراسة تصور المقترح حتى يتسنى إقرار الخطة العامة في صورتها النهائية تمهيدا للبدء في إجراءات التنفيذ والتحضير للمؤتمر بنهاية الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر